ينضم إلينا في الوسيديو دكتور أمان الرقم بأستاذ العلوم السياسية بجامعة القرص أهلا بك دكتور هناك مخاوف ديمقراطية من أن يتم إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وفي ظل مساعدة أمريكا لها موجه هذه المخاوف أو طبيعتها؟ يعني لو بالفعل محكمة العدل الدولية طبعا أصدرت حكم رغم كل الضغوط التي تمارس عليها حتى سياسيا بإدانة الاحتلال أو بإصدار نداءة عاجلة بوقف الحرب على غزة وطبعا تحميل الاحتلال مسؤولية جرائم ارتكبت ضد الإنسانية هذا الأمريكان الذين مولوا الحرب الديمقراطين الذين مولوا الحرب سيشعروا بالتأكيد لاحق اتباعا أنه سيتحمل المسؤولية قد إذا نجحت هذه القضية فمن السهل أنك تحاكم أمريكا لأنها مولت الحرب علنا أمريكا بتصريح بموقف واحد قالت أبلغت الإسرائيليين يفتح طبعا مخزنها الاستراتيجية الموجودة في حيفا وفي تل أبيب ويقدر قيمة الأسلحة والدخيرة بها قرابة أربع مليار دولار الأمريكان بشكل واضح علنا أرسلوا طبعا سواريخ المختلفة وقدرها بخمس سلاف صاروخ من أنواع مختلفة من ضمنها جدام سوعة ثمانين اللي وزنها يقالنها تنين طون كذلك أرسلت علنا على مضاء على عدة دفعات طبعا قدايف للمدفعية من عيار 12 ملي اللي قيل أنها طبعا ذكية والأعداد تتجاوز 90 ألف قديمة بالتالي كل هذا الأمر سيمثل ضغط كبير جدا على الولايات المتحدة الأمريكية إداودين الاحتلال لذلك حتى محاولات الأمريكان بالتأثير على المحكمة وارد بالحسبان صحيح أنه قد ليكون علنا أن القضاء بالعادة يحاول أن يصنف نفسهم بعيدين عن السياسة وأنهم يتحدثون بالأمر بالنحية القانونية بشكل كبير جدا مستقلين لكن كل القدام نتحدث عن 15 قاد وجزء منهم من دول موقفها السياسي واضح ضد الشعب الفلسطيني وضد حتى شعوب الحرة في المنطقة هل هذا سيؤثر؟ أعتقد محكمة العدل في هذه الأمر هي على المحكم أنه طبعا كما تبع جميعا الدعوة التي رفعتها الجنوب أفريقيا بمحتويات هذه المذكرة لم تترك فراغ إلا قد قفلت كل الثغرات بشكل كبير جدا والحق واضح في يده المذكرة رد الإدعاء الإسرائيلي كان ضعيفا بلا أي طبعا قوة فيها فخر أسأل دكتور أنه في حال جاء قرار فرضا محكمة العدل الدولية بأنه لا إبادة جماعية غير منصف للفلسطينيين هذا يعني بأنه لا يوجد لقضاء مستقل ولا هيئات مستقلة عالمية دولية ولا يجب أن يكون هناك ثقة بأي شيء من مؤسسات المجتمع الدولي يعني لو كان هناك بالتعكيد هذا القرار متأكيد أمام كل هذه الجرام متأكيد أنت ستشك في كل هذه المحاكم يمكن كان هناك والشعوب أيضا والشعوب ستشعر أيضا بما رأيت عندما نرى تضامن من الشعوب العالمية وليست العربية فقط لأن العربية واجبهم أن يتضامن مع الشعب الفلسطينيين تضامنون مع الشعب الفلسطينيين وحتى تضامنوا مع جنوب أفريقيا على ما قامت به في المرافعة التاريخية إن كل هذا الأمر لا يفضي إلى حكم يدين دولة الاحتلال هنا متحدث عن حكم محكمة العدل الدولية غير ملزم للاحتلال لا يلزم الاحتلال ولا يجب للزام الاحتلال لكنها مستند قانوني سنستخدمه لاحقا في محاولات محاكمة الاحتلال محاولات الحديث على جرام الاحتلال شعبنا الفلسطيني سنتوجه به إلى مجلس المن يمكن أنا قلت في حينه كان محزنا لا يتم طبعا أقل تقدير إحضار خمسين طفل من أبناء شعبنا الفلسطيني من فقدوا دوهم ومن فقدوا جزء من أعضاهم يد ساق الأخيرة أمام هذه المحكمة اللي يرى العالم هذا هو بنك الهدف لإسرائيل هذه جزء من طبعا الإبادة الجمعية وما يحدث واضح بكل تفاصيل اليوم نتحدث نقترب من 25 ألف شهيد جلهم 1100 من الأطفال 11000 أفضل من الأطفال إذا هذا الأمر لا يدفع محكمة العدل أن ترى بعين قانونية مجردة فهذا بالتأكيد سيكون بصراحة محبط لكل الأحرار فيها العالم لكن دائما نحن نحاول أن نكون متشائلين في هذا القبر لا غير متفائلين ولا متشائلين قد يكون هناك شيء يفرحنا قد يكون هناك شيء محزنا لكن حالتنا كلها بشكل عامية محزنا لكن إذا كانت نفسها الولايات الإسرائيل لا تعير اهتمام حتى الولايات المتحدة الأمريكية وكما ذكرت يعني يبدو أن القرار ليس بصنع هؤلاء الساسة الموجودين في الأرواق السياسية التي تظهر في وسائل الإعلام الدكتور في أمريكا هناك اللوبيات هي ما تتحكم بالحرب وبقرارات الحرب والسلم بالتأكيد هذه اللوبي تتحكم بالحرب ويتحكم بالتمويل ويتحكم بالإعلام بشكل كبير جدا وبراطورية مردوخ في الأعلام في أمريكا له كبير جدا يعني كان أحد الأصدقاء بسألني ممكن أستند على أي جريدة هو بعمل بحث أي جريدة عالمية قد تكون محايد قلت له في الجرائد العالمية لن تجد ولا في المواقع شيء محايد للأسف الغرب مجمل صحفته وإعلامه الذي سيطرت عليه الصهيونية الدولية خلال سنوات منحاز بشكل كامل مع الاحتلال إسرائيل من غير نمطية الشعوب في العالم هو منصة التواصل الاجتماعي اللي لا توجد عليها قيود ومسلا منصة إكس لم تضع قيود حتى في بث المحتوي ممكن اليوم يوتيوب وضع قيود على بث المحتوي لكن منصة إكس على سبيل المثال تركت الأمر وفتح في التالي عملية التأثير على الشعوب ومن يريد أن يتابع الأمر أصبح أمر سهل نتنياهو لا يكترت لقرارات المحكمة وقال صراحة أنه ما يحدث من قرارات المحكمة غير مهمة لنا ولا نعطيها أي اهتمام لأن نتنياهو يتعامل لأن المحكمة بلا قيمة بلا تأثير وبالتالي كل مخرجاتها بالنسبة له غير مهمة وهذا يعضي دلالة بأن حتى صدور قرارات المحكمة بالنسبة لنتنياهو بلا قيمة تحصيل حاصل تحصيل حاصل حتى لو كانت بالفعل به إدانة كبيرة للاحتلال السرية أنتقل معك إلى الجبهة الشمالية هناك تصعيد خطير هناك محاولات لسحب حزب الله لحرب أوسع وحرب مفتوحة حتى الآن هناك مناوشات ولكن حدتها ترتفع يوماً بعد يوم ما الذي يريده نتنياهو من هذا التصعيد في الجبهة الشمالية يعني كما أشرنا خلال فترة طويلة هناك طبعاً كل الأطراف بالتحديد حزب الله ملتزم بقواد الاشتباك بشكل كبير جداً دون الخروج أو انهيار هذه القواعد بشكل الظاهر والحديث عن حرب واسعة حزب الله وضع طبعاً منذ بداية الحرب على غزة قواعد هذا الاشتباك سنرد بشكل محدود نستهدف بشكل محدود ونؤلم بشكل محدود دون الحديث عن حرب واسعة تحرك طبعاً الفرنسيين بالتحديد والأوروبيين بعدهم والأمريكان حول عدم التسقين جبهة الشمالية لتحول إلى حرب واسعة أولاً كان هناك اتصالات مع إيران من جانب الأمريكي والإيرانيين وعدوهم بأن لا يدخلوا في الحرب بشكل كامل لذلك رأينا الإيران تشتبك تارة تنفذ عملية في أربيل تارة رغم أن الاحتلال اعترف بشكل واضح واعترف من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن نحن نفذنا عملية موجعة في قلب طهران في عام 22 ورغم أقول لك لما اكترت الإيرانية ثم استمرت هذه الدولة في براغماتيتة التي ترى أن عدم الدخول في اشتباك واسع يحافظ على طبعاً قوة توجودها في المنطق ورأينا اليوم الاشتباكات كما أشرنا مع باكستان لكن كل هذا الأمر نعتدل لأن إيران لا تريد أن تغامر بيدها الأقوى في المنطقة هي حزب الله حزب الله أقوى ورقة وأقوى دراع وأقوى طبعاً حزب أو تنظيم لحزب الله في المنطقة لا يغامر به بشكل أبو آخر لذلك هو بصر على الحفاظ على كما أشرنا قواعد الاشتباك من يريد أن يصعد يعني اليوم تبادل الرسالة التي تمت بالوسيط الأمريكا حزب الله له شروط وقف الحرب على غزة حتى نوقف أي اشتباك من جانبنا لأن حتى فترة ارتهد الهدنة حزب الله أوقف كل اشتباكات رغم أن نستهدف بشكل كام حزب الله عندما قال إذا إسرائيل اقتالت أي بسؤول نحن سيكون لنا رد قصي وقوي لم يكن رد يعني حتى ردودهم كانت محدود حتى في استدافهم مقرات أمنية إسرائيلية كانت محدود اليوم عملية حفاظ طبعاً كما أشرنا حزب الله على هذه اللغة هو له اعتبارات لكن الغريب أن الإسرائيل هم الذين يصعد نتنياهم يريد استمرار هذه الحرب لأنه كما أشرنا في اللحظة التي ستضح هذه الأحرار بأوزارها الساعة الماضي أشرت يغطية يرى على ما قاله إزنغوت أن نتنياهم يتحمل مسؤولية ما حدث يوم 7 أكتوبر بشكل واضح اليوم إزنغوت تحدث هو أحد أعضاء طاب الحكومة وفقد ابنه في هذه الحرب وقال أن إن لم تقف هذه الحرب ولم يتم تنفيذ صفقات تبادل الأسرة فإننا سنفقد كل أسرة أنا في غز لن نعيدهم كما يفكر نتنياهم بالقوة لن نعيدهم إلا بصفقات تبادل الأسرة أو نعيدهم إلا بصفقات تبادل الأسرة ترجمة نانسي قنقر